السلام عليكم النهاردة هنتكلم عن مشكلة زوجية بتقابل بعض الازواج بيشتكي الراجل ان امراته مش بتختار الاوقات المناسبة اللي بتقول فيها طلباتها او بتعرض له فيها مشكلة او بتكلمه في حاجة خاصة فيها ودي بصراحة معي حق فيها يعني انا بلاحظ معظم من الستات بتطلب طلبات من اجوازها في اوقات غريبة جدا يعني اول ما يصحى منهم بصي نصيحة مني ليكي اول ما يصحى منهم ابعيدي عنه خالص تمام اول ما يرجع من الشغل ما فيش داعي برضك انك يا لهوي حصل كذا وكذا اول ما تفتح الباب يعني فاهمة ممكن يجي له جلطة ممكن يقع فيها فاهمة يبقى ساعتها يا لهوي بجد يعني فتختاري الوقت المناسب ومثلا لو عندك كومة من الطلبات مش لازم ايه انا عايزة كذا وكذا 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 لا يعني ايه قسميهم تمام الحاجة الاكثر احتياجا دلوقتي اللي محتاجيها دلوقتي حاجة ضرورية ويعني ايه قسمي الوقت بتاعي كده يعني ايه ما تطلبيش منه كل الطلبات مرة واحدة تمام اه حنستشهد في الموضوع ده الشاهد في الموضوع ده عندي امرأة ابي طلحة امرأة ابي طلحة لما مات ابنه سليم خلاص ابنه توفى فهي عرفت وهو كان في الشغل اه في العمل بتاعه فلما رجع اه قالت لكل الجيران وكل اللي حواليها محدش يبلغوا انا اللي وقعد معاها وارتاح وكده راحت جات قالت له يا ابي طلحة في ناس اه 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 واحد جاه وساب عندهم امانة وبعد مدة عايز يسترد الامانة بتاعته فالناس رفضوا معاهم حق فقال لا لا طبعا كده حرام ده امانة المفروض ايه صاحب الامانة ياخدها فاي وقت هو عايزها فقالت له كذلك ابنك سليم فهم تمام طبعا حزن حزن بس الموضوع هيجا بتقوله ايه بالتدريج يعني ايه هوينا كده يعني بالراحة وطبعا الموضوع مش سهل على اي حد اه ربنا ما يوريه لأي حد يا رب بس انا بوريكو مثال مثال ازاي الستات زمان كانت بتتعامل مع جوازها كانت تعون لي خير سند لي تمام فكانت حكيمة في ادارة الامور هي وصلت له المعلومة بس في نفس الوقت بطريقة هو فهم منها كل حاجة وبعد ما ارتاح ورجع من الشغل واكل وي 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 وكل حاجة تمام قالت له ايه الخبر وقالت له حتى الطريقة فيها زكاء يعني زكاء شديد جدا فياريت تكون الزوجات اللي بتسمعني ويستفادوا حاجة والسلام عليكم